ما زال العالم بأكمله يكافح لمواجهة فيروس كورونا وأثاره المختلفة أما الفلسطينيون فيتحضرون لما هو أسوأ سباق المع الزمن لإنشاء مستشفيات ميدانية لاستعاب الأعداد المتزايدة من المصابين بفيروس كورونا هذا آخر فرح أقيم في قاعة بلدية البيرة منذ نحو عام قبل أن يطفئ الفيروس شعلة السعادة واليوم يعد إحياء القاعة ولكن ليس لاستقبال العرسان وإنما لمعالجة المرضى حيث قررت بلدية البيرة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني تحويل المكان لمستشفى ميداني هذا المستشفى أقيم لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى اللي هي زي المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وغاصة في الظروف الأخيرة اللي إحنا منمر فيها صار ضغوطات كبيرة على المستشفيات مبادرات مشابهة تحدث في غالبية المحافظات الفلسطينية التي انتلأت مستشفياتها بالمصابين أسرة جديدة وأجهزة تنفس إصطناعي ومولدات أكسجين وكأن الجهات الرسمية على قناعة بأن ما هو قادم قد يكون أسوأ وذلك رغم وصول أول دفعة من لقاح كورونا قدرها ستون ألف جرعة سيبدأ توزيعها على المرضى وكبار السن مطلع الأسبوع القادم تتزيد الأعداد والإدخالات إلى مستشفى دورة الآن نحن في ذروة الموج الثالثة نسبة الإدخالات كبيرة إلى المستشفى من قسم الطوارئ إلى قسم الإدخال للطواقم الطبية مجهدة ومتعبة ويعني فعلا يجب تعزيز هذه الكوادر بتجديد الطاقات بإراحتها وفي حين أعلن الجانب الإسرائيلي عن الانتهاء من تطعيم ما يزيد عن مائة ألف عامل فلسطيني يعملون في الداخل وعن قطع شوط كبير في مجال المناعة الاجتماعية الشاملة ما زالت مراكز فحص كورونا في الأراضي الفلسطينية تغص بالمصابين لا سيما الأطفال عبد الحفيظ جعوان العربية لأراضي الفلسطينية اشتركوا في القناة